نعود لمدرسة الفلاسفة ومدرسة المتكلمين ونذكر بأن المتكلمين علماء المتكلمين أو علماء الكلام هم علماء التوحيد هم علماء العقيدة الذين يستندون الأدلة النقلية ولهم مدرسة معروفة تبدأ بالإمام أبو الحسن الأشعري يعني المذهب الأشعري مذهب كلامي ليس مذهباً فلسفياً هو مذهب المعتمد هنا هو مذهب الأمة مذهب الأمة والتي أجمعت عليه ورضيته منهجاً لها في الاعتقاد منذ القرن الرابع حتى الآن طبعاً رغم ما يتعرض له هذا المذهب الآن من تشويه لكن حقيقةً هو المذهب الذي ساد وحين أقصي هذا المذهب من أزهان المثقفين والمفكرين والظلام والجامعات وقعنا فيما وقعنا فيه الآن لأنه المذهب الوحيد الذي يجعل السلام محور محور توجيهات الإسلام سواء في العقيدة أو سواء في الشريعة أو في الأخلاق السلام ده واضح جداً السلام الاجتماعي والسلام النفسي السلام الإنسان مع نفسه مع مجتمعه مع العالم مع الحيوان مع النبات مع الجمال حقيقةً ولذلك في ظل هذا المذهب يعني معلاش نخرج عن السؤال ولكن هذا مهم في ظل هذا المذهب يعني نحن الآن لنا عشر قرون هذا المذهب وهو لم تقع حروب عقدية بين المسلمين لم تقع حروب عقدية بين المسلمين لم تسمع أني في جيش سنة ضد سنة ولا حتى سنة ضد الشيعة على المذهب أو على العقيدة حدثت مواجهات مسلحة كثيرة بسبب الكرسي أو بسبب الحكم سلطة لكن ليس بسبب الدين لكن ليس بسبب الدين حينما أغزي هذا المذهب في الآوينة الأخيرة قتل المسلمون بعضهم بعضاً هذا يكفر ذاك وذاك يفسق وقامت القيامة وأنا أرى أنه لا بد من العودة السريعة إلى هذا المذهب ونستلهم روحه مع بقاء المذاهب الأخرى في حجمها الحقيقي الذي كانت فيه على مدى عشرة قرون مشكلة أنه الآن يروج لمذهب ويعتم على مذاهب هذه هي المشكلة التي لم يتنبه لها دعاة المذاهب الجديدة وهي مذاهب بصورة أو بأخرى تفتح الباب للتطرف وللتشدد الفكري ثم بعد ذلك للدماء لعلمك المذهب الأشعري لا يكفر أحداً وعنده مبدأ عنده مبدأ الحديث النبو الشريف الصحيح في البخاري يعني من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم الذي له ذمة الله ورسوله فلا تخفروا ذمة الله ورسوله يعني خلاص لا تخفروا ذمة الله يعني لا تعتدوا عليه اشتركوا في القناة